قبل ما يبدأ المقطع أتمنى أنك تحط الزر اللايك وتشترك في القناة إذا ما كنت مشترك عشان يوصلك كل جديد وأتمنى أنك تنشر الرابط لأصحابك اللي لعبوا اللعبة Red Dead Redemption 2 عشان يستفيدون وأنا أستفيد شكرا لك هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين راجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب طبعا في هذا المقطع راح أعلمك كيف تسرق المحلات بدون ما يحطون على رأسك باونتي أو بدون ما تتعرف عليك الشرطة أو اللومين أول شي راح تسوي راح تغير ملابسك بالكامل طبعا الناس اللي هناك أو الشرطة اللي هناك يعرفون أنه والله مثلا صالح يزور المدينة أو لابس التشيرت الأزرق مثلا فخلاص حتى لو أنك لبست القناع راح يعرفونك أنك صالح بالتشيرت الأزرق حقك اللي كنت دائما تجيهم فأنت راح تخدعهم راح تجيهم بملابس جديدة راح تغير كل شي تغير مثلا هو التشيرت تغير الجاكيت تلبس طاقية ثانية تلبس قفازات ثانية بنطلون جديد أو جزمة جديدة أو أنك تحلق شعرك تحلق دقنك زي كذا يعني تغير في هيئتك عشان ما يعرفونك الناس لأنه الناس في المدن تتذكر وما تنسى الشيء الثاني لا تنسى أنك تاخذ أسلحتك من اللي هو الحصان حقك اختار الأسلحة المصبوطة حقك عشان تداهم المحل أيضا أسرق لك حصان جديد لأنه لو جيتهم بحصانك نفسه اللي كنت دائما تجيهم به راح يعرفونك أنك آرثر مورغين ورح يحطون على راسك باونتي فكل اللي عليك أنك تسرق لك حصان جديد وبعدها راح تتوجه للمدينة أو المحل اللي تبغى تسرقه الخطوة الثالثة قبل ما توصل للمدينة حط القناع حقك عشان آآ ما يتعرفون عليك من بداية المدينة قبل ما تخش حط قناعك بعدها راح تداهم المحل اللي تبغى تسرقه راح تطلقه في راسه أو تقول له هات فلوسك بس يفضل أنك تطلقه في راسه عشان على طول لا يداهموك الشرطة وتقدر تهرب راح تلاحظ أنه الأشخاص أو الشرطة أو اللومين راح يكونون أبيض يعني قاعدين يدورون ومو عارفين مين اللي يسرب فكل اللي عليك يا خويه أنك تأخذ الفلوس وعلى طول تهرب يعني زي ما تشوفون هذا الشخص سافني أسرب لكن ما عرف مين أنا عرفتوا كيف؟ ما عرف أني آرثر مورغين فكل اللي عليك أنك تسرق وتهرب بأسرع ما يمكن وبكذا ما يتعرفون عليك شفت هو راح بلغ الشرطة أنه في حرامي لكن ما عرفوا أني أنا آرثر مورغين وما حطوا على راسي باونتي جاهم البلاغ على أنه شخص معين ما نعرف أي تفاصيل عنه عرفت كيف؟ فأنت خدعتهم كل عليك أنك تطلع من المدينة وبكذا يكون أنت سرقتهم بدون ما يعرفون أنك آرثر مورغين وبدون ما يحطون على راسك باونتي خليك ذكي حال جاهم اشتركوا في القناة طبعا هذه السرقة كانت سرقة ناجحة جدا 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 يعني اخذت الفلوس وعلى طول الهروب الكبير ومريت من جنب الشرطي وما تعرف علي اني انا ارثر مورغين او الشخص اللي سرق يعني تلخيصة اللي هرجت انك تسرق بدون ما يحطون على راسك باونتي رح تغير ملابسك بشكل كامل تحط القناع قبل ما تخش تداهم المحل اللي تبقى تسرقه رح تسرقه بعدها رح تهرب بقدر الامكان فيعني حتى لو انهم عرفوا مين الشخص اللي سرق لكن ما رح يعرفون انك انت ارثر مورغين رح يحطون باونتي على يعني كيف رح يحطون باونتي على شخص ما يعرفون عنه معلومات عرفت كيف؟ ايا كذا الفكرة اذا كنت بترجع مرة اخرى للمدينة حاول انك تغير اللبس اللي سرقت فيه عشان ما يتعرفون عليك وايضا المحلات اللي سرقتها رح تقفل لمدة معينة بعدها رح ترجع كذا صنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام